بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى illusion The Table دكتور أبو الطيب التقري معكم في المحاضرة الرابعة من محاضراته في موضوع دبلومة الهايدروجين الأحضر محاضرته اليوم عن الطرق الأساسيات الى انتاج الهايدروجين بشكل عام ولاحقا في المحاضر القادمة ساعرض لطرق انتاج ال green hydro neat السؤال الأول هنا هو اين نجد طاقة الهايدروجين وأيضا اين نجد الهايدروجين على سطح الأرض لا يمكن لنا أن نجد الهايدروجين حرا وإنما متحدا مع باقي العناصر أما في الكون فإننا نراه في أماكن كثيرة من أهمها مراكز النجوم فهو الوقود الأول لعمل هذه النجوم من خلال عمليات الاندماج النووي لتكوين الهيليو وأطلاق كمية هائلة من الطاقة التي نراها حينما ننظر للنجوم في السماء وهذا هو المجال الأكبر الأوسع لطاقة الهايدروجين للأسف كان أول استخدام من قبل الإنسان لطاقة الهايدروجين هو في صناعته القنبل الهايدروجيني فلقد شهدنا كمية الطاقة المدمرة التي أطلقتها مثل هذه القنابل بفعل الاندماج النووي للهايدروجين ونجد طاقة الهايدروجين أيضا في استخدام منها له كوقود في الصواريخ ومذر الخمسينات استخدمت ناس الهايدروجين السائل كوقود لتشغيل الصواريخ التي تطلقها لإكتشاف الفضاء وكذلك استخدمت خلايا الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزة المركبات الفضائية والشكل أمامكم يوضح مخطط لتكوين مكوك الفضاء وهو يظهر وجود خزان الهايدروجين السائل المستخدم كوسيلة لنقل المكوك في مساناته المختلفة وذلك باحتراقهم أكسجين السائل طبعا يمكن نظريا أن نستخدم الهايدروجين الغازي ولكننا حين ذاك سنحتاج إلى خزانات أكبر بكثير مما يمكن استخدامه عمليا مع المركبات الفضائية ننتقل الآن إلى موضوع إنتاج الجرين الهايدروجين وبالتعبير الصناعي يتم صياغة كلمة الإنتاج بحبارة production value chain أو اختصارا الـ value chain ورغم هذه المحاضرة مخصصة لإنتاج التقليدي الهايدروجين إلا أنني سأستخدم الجرين الهايدروجين الهايدروجين كتعبير عام عن إنتاج الهايدروجين على أقل لأغراض هذه المحاضر يقصد بالهايدروجين الهايدروجين الطريقة التي تصف كل إمكانات وتحديات عمليات إنتاج الهايدروجين وإدماج طرق الاستفادة منه ضمن معدات طاقة الهايدروجين المختلفة مع منظومة الطاقة المستخدمة بشكل عام بهذا التصور تصف الـ value chain كل الخطوات المرتبطة باستخدام الهايدروجين كإنيرجي كيرير في كل الخطوات التالية وبتفاصيلها الخطوة الأولى تتكون من إنتاج الطاقة الكهربائية الخضراء المطلوبة لإنتاج الـ green hydrogen بشكل مناسب لإستخدامها في إنتاج الـ green hydrogen بحسب الطرق المرتبعة في الإنتاج ثانيا إنتاج الـ green hydrogen بكافة الطرق الممكنة على أن تكون هذه الطرق خضراء أي لا تطلق أي انبعاثات أو ملوثات بجميع أنواع وهناك أيضا طرق نقل وتوزيع الـ green hydrogen ثم طرق خزن الـ green hydrogen وأخيرا استخدام green hydrogen في مجموعة من التطبيقات المتنوعة والمختلفة إضافة للمجالات الخمسة فالـ green hydrogen value chain تهتم أيضا بطرق تحسين وتطوير عمل كل الخطوات السابقة مثل زيادة كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية المستخدمة وزيادة كفاءة إنتاج green hydrogen نسبة إلى وحدات الطاقة الكهربائية المستخدمة ومن الطبيعي أن كل ذلك ترافق مع مجموعة واسعة من الأنشطة والإجراءات التي تغطي قضايا السلامة والأمان وتحليل الكلف المالية والاقتصادية لعمليات الإنتاج والنقل والاستخدام وأيضا كل التشريحات والمحير والاستندرات التي يجب الاستناد إليها في كل جزء من أجزاء العمليات السابقة بهذه التصورات فالنعملية الهايدروجين واليو تشين تشمل أول نعملات الإنتاج بنوحيها الإنتاج التقليدي مثل استخدام الغاز الطبيعي من خلال عملية الأسامار كما سيمر هذا الموضوع معنا بعد قليل أو طرق متجددة مثل استخدام تحليل المياه ويمكن لنا أن نجد في البحوث المنشورة وهي كثيرة جدا طرق عديدة في إنتاج الهايدروجين سواء باستخدام الأوقود التقليدي ويطرق ملاوث البيئي بشكل كبير أو استخدام طرق الباياماسة للإنتاج والأقل التلوث وصولهن إلى طرق الخضراء سواء بالإنتاج المباشر مثل تحليل المياه أو لإستخدام الحرارة quietly الحرارة أو منخفض الحرارة في تحليل المياه وسيأر عصبائية التفصيل لأربعة طرق من طرق إنتاج التقليدي للهايدروجين أشهر طرق الإنتاج التقليدي للهايدروجين هي طريقة السENSين ميثان ريفورمين أو إختصارا أسامار فهي الطريقة الأكثر انتشاراً والأكثر انتاجية والأرخص أيضاً لإنتاج الهايدروجين يتم في هذه الطريقة تفاعل ميثان مع بخار المو تحت درجات حرارة عالية وضغوط عالية أيضاً بوجود كتالست عامل محفز مناسب لهذه الطريقة مشكلتين أولهما الحاجة لدرجات حرارة وضغوط عالية وثانيهما وجود انبعاثات أكاسيدي الكاربون منها تتكون عملية الأسامر من مرحلتين أساسيتين كما ترونها في الشكل أمامك في المرحل الأولى تتم معاملة أولية لغاز الميثان مع بخار مماء بدرجات حرارة من 400 إلى 550 درجة مئوية للتحويل كل المادة الهايدروكاربونية الموجودة في الميثان إلى هيدروجين وأكاسيدي الكاربون بعد ذلك يتم تسخين الغازات الناتجة في درجة حرارة من 400 إلى 1000 مئوية وينتج من هذه العملية أول أكسيدي الكاربون مع زيت الهايدروجين في الخطوة الثانية وهي التي تدعى بالوترغاز شفتري اكشن يتم فيها هنا استخدام عوامل محفزة في درجات حرارة مختلفة وفي النهاية هذه العملية تم إنتاج CO2 والهايدروجين H2 ويتم تنقية الهايدروجين بعد ذلك الوصول إلى نسبة النقاوة المطلوبة المشكلة في هذه التقنية هي انبعاث كاسيدي الكاربون ومن العمليات التحسينية التي يتم تخالها على هذه التقنية عملية اقتناص CO2 وخزنة في باطن الأرض والهايدروجين المنتج بهذه الطريقة هو الهايدروجين الرمادي ولكن بعد اقتناص CO2 يسمى البلوهايدروجين أمامكم التفايلات الكيميائية لمرحلتين الأسامر في المرحلة الأولى يتفاعل الميثان مع الماء بوجود الحرارة والضغط والنتائج هي أول اكسيد الكاربون مع جزائية الهايدروجين أما المرحلة الثانية فتشمل تفاعل أول اكسيد الكاربون مع الماء لتعطي جزائية هيدروجين وثاني اكسيد الكاربون وتقدر كفاءة هذه الطريقة بـ 70% أما الطريقة الثانية التي تستخدم لإنتاج الهايدروجين فيها طريقة الأكسيد الجزائية Partial Oxidation الميزة الأساسية لهذه الطريقة كانت تستخدمها لمواد هيدروكاربونية مختلفة لإنتاج الهايدروجي تتترج من الميثان إلى الهفي فيول أويل زيت الوقود الثقيل والفحم وهذه الطريقة هي مناسبة تماما لهذه الأنواع من الهايدروكاربونات الثقيلة كمدخلات له وعمية الأكسيد الجزئية عملية طاردية للحرارة وتظر أمامكم معادات كيميائية التي تصف هذه العملية لدينا أولا الميثان إذا ما تم استخدام الميثان من بين أنواع الأخرى المختلفة من مواد الهايدروكاربونية كوقود لهذه العملية سيتفاعل مع الأكسجين ويعطينا أول أكسيد الكاربون مع جزائية الهايدروجين هذا هو التفاعل الأول ويمكن أيضا أن يتفاعل الميثان مع الأكسجين لتوليد الماء وثاني أكسيد الكاربون وأخيرا يتفاعل الميثان مع الماء ليعطي الهايدروجين مرة أخرى مع الأول أكسيد الكاربون هناك نوعين من عملية الأكسيد الجزئية هم الأكسيد الجزئية الحرارية Thermal Partial Oxidation أو اختصارا TBOX والأكسيد الجزئية المحفزة Catalyst Partial Oxidation أو اختصارا CPOX في الحال الأولى TBOX نحتاج حرارة لبدء عملية الأكسيد لا تقل عن 1200 درجة مئوية أما في النوع الثاني CPOX فلا نحتاج لذلك المقدار من الحرارة ستخفض الحرارة إلى ما بين 890 درجة مئوية نتيجة لوجود العامل المحفز ويعتمد اختيار أي من الطرق على نسبة وجود الكبريت في الوقود المستخدم فإذا كان محتوى الكبريت يقل عن 50 PPM أو 50 Part Per Million أين ذلك يمكن استخدام العامل المحفز في عاملية الأكسيدة الجزئية ولكن وجود نسبة أكبر من الكبريت ستؤدي إلى ما يسمى بالتسميم بويزيني أي تسميم العامل المحفز يقصد بهذا التعبير عند استخدامه في التطبيقات الصناعية هو وصف المادة التي تؤدي إلى إنهاء العملية وإطلاف المادة المستخدمة فيها الطريقة الأخرى من طرق انتاج الهايدروجين هي الميثانولي كراكينج تكنولوجين وهي طريقة انتاجه من الكحول ولكن قبل الاستمرار في شرح هذا الطريق علي أولا أن نفسر مصطلح الكراكينج ومصطلح يشير إلى عملية معروفة كثيرا في الصناعات البتروكيميائية ويعني تكسير الجزئيات الهايدروجياربونية الطويلة لأنواع الوقود الحفوري كسرها ويعادة جمع ذراتها في تركيبات جزئية أبسط وأقل عددا في ذراتها من الجزئية الأصل التي تم تكسيرها ويمكن أن تحقق عمليات الكسر هذه إنتاج أنواع كثيرة ومتعددة من المواد الهايدروكاربونية ويمكن تحقيق هذه الطريقة حراريا فقط أو حراريا وبوجود عامل مساعدة أيضا الميثانول وكذلك الإيثانول هما وقود نظيف وكفور لدرجة كبيرة ويتوفران أيضا بشكل أكبر مما نراهما على الغاز الطبيعي أو الميثان مع ذلك فما زالت مشاريع انتاج الهايدروجين منهما محدودة تختلف تقنية الميثانوليكراكين بشكل كبير عن تقنية إنتاج الهايدروجين من الميثان خطوط الإنتاج هنا أبسط فمثلا لا نحتاج هنا لمعدات فصل الكبريت أو مرحلة الووتر غاز شفت ريكتر ويمكن إجراء عملية تنقية للهايدروجين منتج لاحقا الوصود إلى نقاوة تعادل 99.999% وتظهر أمامكم مجموعة التفاعلات الكيميائية التي تغطي هذه العملية لدينا هنا أولا تحلل الميثانول إلى أول أكسيد الكربون وجزئة الهايدروجين مع الحاجة الحرارة مقدارها 90.7 كيلوجول بير مول بعد ذلك سيتفاعل أول أكسيد الكربون مع الماء لإنتاج جزئة الهايدروجين وجزئة ثاني أكسيد الكربون وانبعاث 41.2 كيلوجول على المول وفي المحاصلة سيكون تفاعل الكيميائي الكلي جزئة الميثانول زائد الـ HDO جزئة الماء ينطيني CO2 زائد ثلاث جزئات من الهايدروجين ومع الحاجة إلى 49.5 كيلوجول على المول من الطاقة الطريقة الثالثة لإنتاج الهايدروجين التقليدي هي طريقة الفاصل هيدروكربون هذه هي طريقة التحلل الحراري يتم فيها تجزئة الجزئات الهايدروجين الكبيرة وكسرها لإنتاج مواد عددها الجزئي أصغر بكثير من المواد الأصلية الداخلة فيها الميزة هنا أن هذا التحلل يتم في غياب الأكسيجين وغالبا ما يتم استخدام هذه الطريقة في الزائد الثقيلة المتبقية من النفط الخرام عند تكريره ولكن تجد هذه الطريقة أقل من الطرق التي تستخدم مصادر وقود أخف لقى طرق التحلل الحراري البارولاسيز والغاسيفيكيشن انتشارا واسعا في معالجة النفايات البلدية الصليبة حيث يتم إنتاج ساينغاز يمكن استخدامه في تشغيل مولدات الديزل لإنتاج الطاقة الكعربائي وهذا جدول يقارن بين هذه الطرق الثلاث كل من البارولاسيز والغاسيفيكيشن هما طرق تحلل حراري ولكن الطريقة الأولى تتم بمعزل تماما عن الأكسيجين بينما الثاني تسمح وجود جزء له كذلك فإن الطريقة الأولى تسمح ببعض المنتجات مع الهايدروجين يمكن تكون هذه المنتجات سوائل أو مواد صلبة بينما الطريقة الثانية لا تنتج إلا غاز وويست نفايات المتوقية من عملية الغازيفيكيشن ويوضح هذا الشكل أنواع الوقود المستخدمة تقليدين لإنتاج الهايدروجين حاليا الإنتاج يتم باستخدام الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي ولكن من من توقع أن يتراجع استخدام الفحم مستقبلا لسبب كثرة الانبعاثات والمولاوثات التي ينتجها وتقنيات الإنتاج التي يتوقع مستقبلا لها أن ترمو بسرعة كبيرة هي تقنيات الطرق المتجددة ثم نأتي الآن للمرحلة الثانية وهي مرحلة تكييف الهايدروجين بشكل مناسب لنقله أو خزنه كأن ينقل بشكله الغازي أو شكله السائل مثلا وذلك بحسب نوع الاستخدام المطلوب له وبحسب الكميات المطلوبة ثم لدينا الآن مرحلة التوزيع حيث يتم توزيع الهايدروجين بحسب حاجة المسلكين له إبرا نبيب خاصة أو إبرا شاحنات أو أي طريقة أخرى مناسبة للاستخدام المحدد له واستخدامات الهايدروجين استخدامات متزايدة ومتنوعة ورغم أن مشاركة الهايدروجين الأخضر ما زالت محدودة فيها إلا أنه يتوقع له أن يشغل مستقبلا الحيث الأكبر فيها من القضايا المهمة التي نشاهدها في مجال إنتاج الهايدروجين هو التصنيف اللوني له أو ما يدعى بالكاتيجوريس أوب هيدروجين طبعا غاز الهايدروجين بطبيعته لا لون له ولا يرى بالعين المجرد ولكن لأغراض تصنيف طرق إنتاجه تم اعتماد تصنيف لوني له بحسب الآثار البيئة الناتجة عن كل عملية من عملية الإنتاج ورغم عدم وجود اتفاق نهائي كامل حول هذا التصنيف اللوني إلا أنه مستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات المنتج الهايدروجين والباحثين والمتخصصين في هذا المجال طيف الألوان المعتمد يشير إلى طريق التوليد الهايدروجين أو إنتاجه لكمية السيواتو التي تنبعث نتيجة عملية الإنتاج هذه فرغم أن غاز الهايدروجين المنتج بأي من هذه الطرق هو ذاته ولا يختلف بمواصفاته الفيزيائي والكيميائي عن ما تنتجه الطرق الأخرى إلا أن الفرق هو في كمية سيواتو التي تنبعث في أثناء عملية الإنتاج لذلك تم اختيار ألوان هذا التصنيف بعناية للدلالة على كمية سيواتو المنبعث في أثناء كل منها البداية مع غري هيدروجين ويقصد بهذا المصرح اللوني الهايدروجين الذي يتم إنتاجه من الميثان بطريقة الأسامار المشكلة في هذه الطريقة هي كمية سيواتو الكبير المنبعث أثناء عملية الإنتاج هذه والميثان هو المكون أساسي للغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه هنا في هذه العملية أغلب الإنتاج الحالي لهايدروجين يتم باستخدام هذه الطريقة وبالنسبة تصل إلى 95% من كمية الهايدروجين المنتج عالمي في هذه الطريقة مع كل كيلوغرام واحد يتم إنتاجه من غاز الهايدروجين يتم إنتاج 9 كيلوغرامات من السيواتو لاحظوا هنا كمية الإنبعثات الكبيرة لسيواتو المرافقة لإنتاج الهايدروجين بهذه الطريقة أما الهايدروجين الأزرق بلوها هيدروجين فهو التصنيف اللوني لهايدروجين الرمادي ولكن باقتناص أغلب ثاني وسيد الكاربون الممبعث معه وضخوا خزنا في عماق الأرض في خزنات عملاق وبذلك يتحول هذا الهايدروجين لونيا من الرمادي للأزرق ولكن هذا لا يعني أن هذا الهايدروجين هو خايدروجين نظيف يمكن تصنيفه كالهايدروجين أخضر بسبب وجود بعض الامبعاثات للسيواتو معه ومخطط العملية أمامكم هو ذات مخطط عملية إنتاج الهايدروجين الرمادي مع فارق واحد واغتناص وخزن السيواتو ومن ثم سيتم استخدام الهايدروجين بحسب التطبيقات المطلوبة الهايدروجين الأسود أو الهايدروجين البني هو الهايدروجين الذي يتم إنتاجه من الفحم أو الفحم البني وهذا النوع من الهايدروجين هو النقيض التام للهايدروجين النظيف أما البينكهايدروجين فهو الهايدروجين المنتج باستخدام الطاقة النووية وإمكانات الطاقة النووية في هذا المجال إمكانات هائلة حيث يمكن إنتاجه بكميات كبيرة وسوضح هذه النقطة لاحقا ببعض التفصيل في المحاضرات القادمة إن شاء الله الهايدروجين فيروزي تركواز هايدروجين هو الهايدروجين الذي يتم إنتاجه من التحل الحراري للميثان والذي يؤدي إلى انقسام الميثان إلى هايدروجين وكاربون صلب وهي طريقة ما زالت في بداياتها ويمكن اعتبار هذا الطريقة طريقة منخفضة الكاربون إذا ما تم استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الهايدروجين وإذا ما تم خزن الكاربون والتخلص منه ولدينا أيضا هايدروجين الأبيض وهو غاز هايدروجين طبيعي نحصل عليه من خلال عملية جيو كيمياوية طبيعية تحدث في باطن الأرض ما زال موضع هذا النوع من الهايدروجين في بداياتي على الرغم من وجود بعض المشاريع التي تنتجه بكميات محدودة أتوقف هنا بهذا الحد في هذه المحاضرة على أن نستكملها في المحاضرة القادمة المخصصة لطرق إنتاج الهايدروجين إن شاء الله إذا عجبتكم المحاضرة فلا تبخلوا بإظهار الإعجاب عليها ويمكنكم الاشتراك المجاني في قناتي من خلال لوغو سولر اللي يشوفوه في أسفل يمين الشاشة وهذه الصور لبعض من محاضراتي في قناتي على اليوتيوب التي تضم أكثر من 240 محاضرة فيديوية عن قضايا الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الطاقة من النفاة البلدية الصلبة وطاقة الهايدروجين وترون أمامكم قسم من محاضراتي الخاصة بدبلومة الطاقة الشمسية وهي الدبلومة الأولى التي قمت بإعدادها والتي تتناول تقنيات الواحي الشمسية وكيفية استخدامها في إنتاج الطاقة الكاربائي وهذه صفحتي في الفيسبوك بإمكانكم إرسال ملاحظاتكم أو سيدتكم أو أي تعليقات تحبون أن توجهوها لي شكرا لكم واتمنى لكم يوم سعي اشتركوا في القناة